بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى أولا على ما من علينا من هذه اللقاءات العلمية التي نتناول فيها شرح أحاديث من مصدر مهم من مصادر السنة النبوية المطهرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه اللقاءات وأن يفتح علينا أبواب العلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح اللهم انفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم نوجه الشكر والتقدير إلى المنتدى الإسلامي متمثلا في رئيسه ومديره ومسؤوليه ومنسوبيه والقائمين عليه على جهودهم الطيبة المباركة في نشر العلم والمعرفة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثمر جهودهم وأن يدخرها لهم يوم يلقونه فإنه ولي ذلك وعليه قادر ثم لا يخفى عليكم أن تهذيب الأخلاق والتحلي بالآداب الفاضلة في كل شأن من شؤون الحياة أمر من لباب الشريعة الغراء ومقاصدها الرفيعة فالأدب في حياة المرء بريد صلاحه وفلاحه وعنوان أصالته وسعادته وسوء الأدب رافد خيبته وفشله وعنوان نذالته وشقائه ونبي الرحمة ونبي الأخلاق صلى الله عليه وسلم علم أمته أدب الدنيا والدين في كل شأن من شؤون حياتها فأحسن تعليمهم وأحسن تأذيبهم والأدب هو استعمال ما يحمد قولا أو فعلا أي أن تتحرى في حياتك ما هي الكلمات التي تنطق بها أو تلفز بها وما هي الكلمات التي تتجنبها وما هي الأفعال التي تأتي بها وما هي الأفعال التي تحترز منها فاستعمال ما يحمد قولا أو فعلا هو ملخص الأدب أخذ الأدب من المأدب المعهودة لدى العرب وهو الطعام الذي يدعى إليه وسمي الأدب بمناسبة أن الأدب كذلك يدعى إليه وأن أول وأجل كتاب جمع طائفة كبيرة ونخبة ممتازة من الأحاديث النبوية التي تتعلق بالأخلاق والآداب هو كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث مرجع كل من جاء بعده من المحدثين مؤلف كتاب هو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى الإمام محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى فهو كتاب وجمع طيب في بابه جمع فيه الإمام رحمه الله تعالى تلك الأحاديث النبوية التي تعنى بتهذيب الخلق وتصحيه النية وتقويم السلوك والآداب العامة ففي الكتاب آداب يومية تلزم الناس في حياتهم ليتعلموا منها كيفية تحسين التأدب مع الله سبحانه وتعالى وكيفية التعامل مع خلق الله عز وجل والإمام البخاري رحمه الله تعالى وهو مؤلف الكتاب المشهور في الحديث صحيح البخاري أو الجامع الصحيح جمع في كتابه الجامع سنوف السنة النبوية وأبوابها ومنها الأدب والأخلاق وخصه بالعنوان لأهميته ضمن كتب جامعه إلا أن إيراده للأحاديث في باب الأدب والأخلاق في كتاب الأدب من جامعه لم يكن على نطاق واسع لماذا؟ لشرطه الشديد في جامعه ووفرة اعتنائه بمستوى الصحة في جامعه فترك أحاديث وآثار كثيرة تتعلق بالأدب والأخلاق لنزولها عن شرطه الشديد الذي مشى عليه في صحيحه ولما كانت هذه الأحاديث النبوية التي تتعلق بالأخلاق والآداب والتي تركها فلم يخرجها في صحيحه لنزولها عن شرطه الشديد لها أهميتها البالغة وأثرها في حياة المسلم قرر أن يفرد كتاباً مستقلاً في باب الأدب والأخلاق فيودع فيه الأحاديث النبوية التي تتعلق بالأخلاق والآداب على نطاق واسع فمجموع أحاديث كتاب الأدب من جامعه مئتين ستة وخمسين حديث ومجموع كتاب الأدب المفرد 1322 حديث فاستطاع بهذا أن يجمع عدداً كبيراً من الأحاديث التي تتعلق بالأخلاق والآداب والتي يحتاج إليها المسلم وطبعاً لم يتحرى في كتابه الجامع من السحة المتناهية التي كان يتحرها في جامعه ولم يشدد في شروطه في كتابه المفرد الأدب المفرد كما كان يشدد في جامعه بل جمع فيه الصحيحة والحسن وهو الغالب في الكتاب كما أورد فيه الضعيف وهو القليل وهو القليل إلا أن منهج الإمام رحمه الله تعالى في تمييز الصحيح من السقيم ورغبته في البعد عن شديد الضعف والمنكر كان واضحاً في هذا الكتاب فجاء هذا الكتاب وسوف نتناول الأحاديث من هذا الكتاب نكمل بذلك ما تبقى من الأحاديث بإذن الله تعالى وهل الإمام رحمه الله تعالى سمى كتابه الأدب المفرد أم سمى كتابه كتاب الأدب طبعاً موضع خلاف بين الباحثين فيرى طائفة من المحدثين أن الإمام رحمه الله تعالى سمى كتابه كتاب الأدب كما سمى كتابه كتاب الأدب في جامعه الصحيح كذلك لما قرر أن يفرد كتاباً مستقلاً في الأخلاق والزهد والأدب سمى كتابه كتاب الأدب إلا أن من جاء بعده من المتأخرين أضافوا كلمة المفرد في الكتاب لماذا؟ ليميزوا بينما أخرجه الإمام في كتاب الأدب المستقل وبينما أخرجه في كتاب الأدب من جامعه وهذا هو اختيار الخطيب البغدادي والإمام الذهبي والزيلعي والمعلم من المتأخرين رحمهم الله تعالى فإنهم يرون أن الكتاب أصلاً سماه الإمام رحمه الله تعالى كتاب الأدب إلا أن بعد الآخر من الباحثين والمحدثين يرون أن الإمام نفسه سمى الكتاب الأدب المفرد وهو اختيار خاتمة الحفاظ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ومن جاء بعده على كل مجموع أحاديث كتاب الأدب المفرد كما قلت لكم ألف ثلاثمائة اثنين وعشرين حديثاً ولم يخرج ها الإمام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب إلا للعمل بمحتواها والتأدب بمدلولها لسبوتها وصلاحيتها للعمل حسب دراسة الإمام واجتهاده ووجهة نظره حسب دراسة الإمام رحمه الله تعالى وحسب اجتهاده ووجهة نظره يرى أن كل ما في هذا الكتاب صالح للعمل فلذلك أورد الأحاديث في هذا الكتاب يروي لنا محمد بن أبي حاتم المحدث المشهور رحمه الله تعالى يروي لنا عن إسحاق وراق عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي يقول سألني عبد الله الدارمي يعني سأل عبد الله الدارمي صاحب المسند وراقه إسحاق سألني عبد الله الدارمي عن كتاب الأدب تصنيف محمد بن إسماعيل وقال لي احمله لي يعني أعطني إياها احمله لي لأنظر فيه فأخذ مني الكتاب وحبسه ثلاثة أشهر فلما أخذت منه الكتاب يعني لما رجعني وأخذت منه الكتاب قلت هل رأيت فيه حشوا أو ضعيفا قال والقول للدارمي رحمه الله تعالى قال ابن إسماعيل لا يقرأ على الناس إلا الحديث الصحيح وهل ينكر على محمد يعني هل ينكر على محمد بأنه يأتي بالأحاديث الشديد الضعف أو المنكر كل ما فيه هذا الكتاب صالح للعمل وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب الأدب المفرد كتاب جيد فيه قدر زائد على ما في الصحيح وفيه قليل من الآثار الموقوفة وهو كثير الفوائد والإمام البخاري رحمه الله تعالى سنيعه في هذا الكتاب يطابق سنيع من سلفه من المحدسين الذين الذين يروي لنا الخطيب البخداد في كتابه الكفاية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال إذا روينا في الحلال والحرام شددنا أي شددنا الشروط وإذا روينا في الفضائل تساهلنا وهذا روي بأسانيد صحيحة عن عبد الله بن المبارك ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري وسفيان ابن عيين أعيان المحدسين رحمهم الله تعالى فكانوا لا يشددون في شروط الأحاديث إذا كانت الأحاديث تتعلق بالفضائل وتتعلق بالرقائق وتتعلق بالترغيب والترهيب والأدب والأخلاق وهذا ما فعله الإمام البخاري رحمه الله تعالى فهو استطاع أن يجبع لنا هذا المجموع الطيب من الأحاديث والسلس ما في هذا الكتاب في مستوى الصحيحين يعني إما مخرد في الصحيحين أو في مستواهم على شروطهم تماما والسلس الباقي السلس الثاني في مستوى السنن الأربعة والسلس الأخير منها أو منه الصحيح والحسن دون مستوى السنن الأربعة ومنها الضعيف المحتمل الصالح للاعتزاد ولم يورد فيه الموضوع ولا المنكر يعني ما فيه حديث شديد الضعف أو حديث موضوع أو حديث منكر الإمام الألباني رحمه الله تعالى وهو معروف بوجهات نظره رحمه الله تعالى وبدقة نظره في تصحيح الأحاديث وتضعيفها لم يحكم على أي حديث بالوضع أو شديد الضعف إلا حديثا واحدا فقال هذا منكر والمنكر معناه حديث شديد الضعف وهو حديث زعم بئس مطية الرجل والحديث في البخاري فإنه حكم على إسناد الحديث بأنه منكر وليس على متن الحديث والمطن هو صحيح مخرج في في السحار الغرض من ذلك كل ما في هذا الكتاب بإذن الله تعالى صالح للعمل وما فيه من ضعيف ضعفه يحتمل صالح للاعتضاد من مزايا هذا الكتاب أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه علق كثيرا من الأحديث نحو يعني فوق ألف أربعمية حديث نجد في البخاري معلق ما من معلق أي فقد ذكر إما اسم السحابي أو اسم التابعي أن السحابي يعني حذف الأسانيين فنجد أسانيد كثير من هذه الأحاديث المعلقة في هذا الكتاب يعني الأحاديث الكثيرة المعلقة في الصحيح البخاري إذا أردنا أن نبحث على أسانيدها فنجدها في هذا الكتاب أحيانا نجد في صحيح البخاري راوين لم يعين مثلا سفيان هل هو ابن عيين أو الثوري فنجد توضيحه في أسانيد هذا الكتاب أو أحيانا يأتي راب مبهم جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو فنجد التوضيح ذلك أحيانا في هذا الكتاب نجد أيضا في كتب في صحيح البخاري وغيره من الكتب السحاء كلمة لا يفهم عامة يعني كلمة غريبة فنجد شرح هذه الكلمة في هذا الكتاب فالكتاب له مزايا كثيرة زد على ذلك أن فيه السلاسيات والثلاسيات هي تلك الأحاديث التي أسانيدها عالية يعني بين الإمام البخاري رحمه الله تعالى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث وصائد ثلاث وصائد ما يسمى سلاسيات والسلاسيات في صحيح البخاري في كتابه الجامع الصحي اثنين وعشرين ونجد السلاسيات في هذا الكتاب وعددها ثلاثة وعددها ثلاثة اعتنى العلماء برواية هذا الكتاب في كل عصر ومصر ونجد كبار المحدسين كانوا يعتنون بروايته ويحرسون على إجازة رواية هذا الكتاب وقد أجازنا في رواية هذا الكتاب أستاذنا ومربينا الإمام العلامة السيد أبو الحسن عبد الحي علي الحسني عن شيخه عبد الرحمن المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي عن شيخه نزير حسين الدهلوي إلى أن تتسلسل أو يتسلسل الإسناد ويتسلسل الرواه حتى يصلوا إلى محدس شبه القارة الهندية الذي تجتمع إليه وتلتقي عنده أسانيد جميع أسانيد شبه القارة الهندية وأسانيد كثير من الدول العربية وهو المحدس أحمد بن عبد الرحمن المعروف بولي الله الدهلوي عن شيخه محدس الحرم أبي طاهر الكردي إلى أن يصل من أبي طاهر الكردي إلى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بخمس رواه بخمس وسائد فيصل عن طريق أبيه عن القشاش عن الرمل عن زكريا الأمصار إلى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ومن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن شيخه ابن جماعة يصل تقريبا بواسطة أربعة الرواه إلى أبي نصر أحمد بن محمد بن حسين وهو راوي هذا الكتاب عن عبي الخير أحمد ابن محمد ابن جليل البخاري البزاز وهو راوي هذا الكتاب عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى فبين شيخنا الذي أجازنا في رواية هذا الكتاب وبين الإمام البخاري واحد وعشرين راويا واحد وعشرين واسطة واضح الكلام أي نعم فالغرض من ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما ألف الكتاب ورواه أكيد سمع منه الكثيرون سمع منه أشد كثيرون لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن الكتاب لم يصل إلينا إلا من طريق تلميزه المقرب له أبو الخير أحمد ابن محمد ابن الجليل العبقشي البخاري البزاس هو راوي كتاب فالأسانيد كلها إليه ومنه إلى البخاري مثل صحيء البخاري الجامع الصحيء للبخاري الجامع الصحيء للبخاري الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما ألف كتابه البخاري ووضع فيه ست عشر سنة وهذه الكلام وكثيرا ما كان يستخير وكثيرا ما كان يركع وكثيرا ما كان يسلي يعني واستخير الله في وضع الحديث وأدم وضعه على كل بعد ستة عشر سنة لما وضع نسخة صحيء البخاري جلس يروي هذه النسخة وجلس يروي هذا الكتاب وتحمل صحيء البخاري عن الإمام البخاري تسعون ألف شخص كم؟ تسعون وبعضهم ذكروا سبعون ألف والزهبي رحمه الله تعالى ذكر تسعون ألف شخصا تسعون ألف رجلا وتسعون ألف راوي تحملوا صحيء البخاري من إمام البخاري رحمه الله تعالى ولكن لم يسل إلينا من هؤلاء الروات كلهم إلا عن رابي واحد وهو محمد بن يوسف الفربري رحمه الله تعالى فنسخته الوحيدة التي وصلت إلينا ونسخته الوحيدة التي بين أيدي طلبة العلم وبين أيدي العلماء كل العلماء الآن يعتمدون على نسخة الفربري عن البخاري وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وإلا الرواة كثيرون إذا راجعتم ترجمة الفربري وتبحثون ما هو السر في أن الله سبحانه وتعالى أبقى ذكره وحفظ له هذه المكانة تجدون ورعه وتأدبه وإخلاصه مع الله سبحانه وتعالى وحسن خلقه مع خلق الله سبحانه وتعالى هذا هو السر هذا هو إيش؟ السر على كل كتاب الأدب المفرد ذكرت لكم أيضا أنه روى عن البخاري رحمه الله تعالى طائفة كبيرة وجم غفير لكن لم يسل إلينا إلا عن طريق الإمام أبو الخير أحمد بن محمد بن جليل البخاري رحمه الله تعالى وها نحن نبدأ فيه بإذن الله تعالى حيث توقف الإخوة في الدروس السابقة فما استطعنا أن نبدأ من البداية لأن الحديث كتاب أصلا بدي من الأول وحن نبدأ من باب قول الرجل للرجل ويلك قول الرجل للرجل ويلك وتبعا البخاري رحمه الله تعالى روى الحديث فيه بسرده ومن باب كسب الوقت واختسار التريق والمشوار لا آتي بالإستهد إنما نقتصر فقط على الرابي الآلاء وهو الصحابي رابي الحديث فأورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة انظروا أن نبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال قال اركبها ويلك اركبها ويلك تبعا البدنة هو الإبل التي تساق للمنسك يعني الإنسان لما يذهب للحجة والعمرة سابقا كانوا يسوقون إيش الهدي معهم فالناقة التي تساق للهدي يسمى بدنة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال اركبها اعتقد الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى القلادة التي في عنق الناقة لم يرى القلادة فقال يا رسول الله إنها بدنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها فاعتقد الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعها أنها بدنة فقال يا رسول الله إنها بدنة وتبعا البدنة تحترم لأنها تساق لإيش لمقصد عظيم صح ولا لا فكان في نفسه أنه إيش أن البدنة تحترم لإيش لاحترام الهدف فقال يا رسول كيف أركبها وهي بدنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الأخير اركبها ويلك وويلك النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان كان ودودا رؤوفا كان لينا في كلامه وفي خطابه لكن يعلمنا الأدب هنا مع من مع من يؤدبهم أنه أحيانا يحتاج المؤدب إلى استعمال كلمة الزجر والتنبيه لأنه أمره سلاس مرات ومع ذلك هو يقول إنها بدنة والنبي صلى الله عليه وسلم يرى أن الرجل يمشي يعني راجلا ولما يمشي راجلا فيتعب والمشوار طويل فترحما بحاله قال له اركبها وهو لم يسمع فأراد الموقف الزجر والتنبيه والتأكيد فقال ويلك في لغة العرب كانوا يستعملونه للإنكار لكن إذا كان الإنكار بشدة وبعنف وللزجر فكان يسمون يقولون إيش ويلك وإذا كان الإنكار للترحم والتودد كانوا يقولون ويحك فويحك كانوا يستعملونه إذا كان يعني يريدون التنبيه بترحم وتودد وتلطف ويستعملون ويلك إذا كان التنبيه نعم بالزجر والعنف والشدة فهنا الموقف كان يحتاج ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ويلك انظروا الحديث الثاني يرويه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يرويه سيدنا مسور ابن رفاع القردي يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وتبعا هذا الكتاب فيه حديث مرفوع وفيه آثار يعني آثار عن السحابة حديث مرفوع يعني حديث رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآثار معنى ذلك أقوال السحابة وأفعالهم فيقول سيدنا المسور رحمه الله تعالى يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله فقال إني أكلت خبزا ولحما فهل أتوضأ فماذا قال قال ويحك أتتوضأ من الطيبات ما كان يحتاج زجر ما كان يحتاج إيش عنف فقال يعني والموقف موقف ترحم وموقف تودد وطلطف فقال ويحك أتتوضأ من الطيبات يربي لنا سيدنا جابر رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بالجعرانة والجعرانة طبعا الجعرانة منطقة مشهورة على بعد 20 كيلو من مكة المكرمة والنبي صلى الله عليه وسلم بعد وقعة حنين ووقعة حنين وقعة معروف النبي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين هوازن وسقيف وكانت واقعة مشهودة ووادي حنين الآن معروفة ومعروفة بين أهل مكة ومكتوبة على الأحاد واد الشرائع وأنت الرجائي من الطائف من السيل إلى مكة المكرمة تجد واد الشرائع هذا هو واد حنين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حنين إلى الجعرانة وقف بالجعرانة وأعتى الطبر وهو الزهب الخالص الذهب والفضة الخالص الذي جمعها من الغنيمة في حنين ووضعها في حجر بلال فيقول واتبر في حجر بلال وهو يقسم بين أصحابه فجاءه رجل فقال اعدل فإنك لا تعدل اعدل فإنك لا تعدل الآن من أول مرة الموقف ماذا يحتاج من أول في الأول النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه ثلاث مرات حتى قال له ويلك لكن هنا الجملة الأولى اعدل فإنك لا تعدل فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل فمن يعدل إذا لم أعدل الغرض من ذلك ينبه على استعمال كلمة ويل على استعمال كلمة إيش مش ويل ويلك في فرق بين معنى الويل الوارد في القرآن الكريم هذا معنى آخر لكن ويلك هذه مقولة شائعة على أثنة العرب ويلك فمن أول وأهل يحتاج الموقف إلى زجر وتنبيه وعنف قال ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل قال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال قال إن اضرب انظروا ماذا قال سيدنا عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه ما أنكر عليه دل ذلك على أن الرجل كان من 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 المنافقين ومن يجرع على هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يحبونه أكثر من محبتهم لأنفسهم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ماذا قال قال إن هذا مع أصحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا لا سيأتي وراءه ناس على نفس المنوال وعلى نفس الدرب وعلى نفس التربية لهؤلاء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ما مناء الترقوة هو ما بين الخاسر والعنق العزم بين الخاسر والعنق لا يجاوز تراقيهم أي لا ينزل القرآن إلى قلوبهم لا ينزل القرآن إلى قلوبهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية هؤلاء يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية إذا نفذ إذا نفذها إلى الرجل إذا رمى الصيد فهذه الرمية واضح فأحيانا لشدة الرمي يخرج السهم من جهة ويخرج من جهة أخرى لا يكون عليه أي أثر واضح الكلام لشدة إيش أو يعني لسرعة السير لسرعة الشير فالنبي صلى الله عليه وسلم وشباهه يقول فهؤلاء يخرجون من الدين هكذا ليس لهم أي أثر من الدين ولا من القرآن ولا من الإسلام أهم شي عندنا هنا هو أدب استعمال ويلة المؤدب أحيانا يحتاج إلى زجر وتنبيه إذا كان الموقف اقتضى ذلك الحديث الذي بعده يرويه لنا سيدنا بشير بن نهيك رحمه الله تعالى عن بشير بن معبد السدوسي وكان اسمه زحم بن معبد فهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال زحم فقال بل أنت بشير بل أنت بشير قال بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر بقبور المشركين يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي يقول سيدنا بشير رضي الله عنه بعدما عدل النبي صلى الله عليه وسلم اسمعه من زحم إلى بشير يقول سيدنا بشير رضي الله عنه كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هو بقبور المشركين يعني مررنا في طريقنا بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خير كثير يعني فاتهم خير كثير ماتوا على الشرك فاتهم خير كثير ثلاثا فمر بقبور المسلمين ثم مررنا على قبور المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا هؤلاء نالوا خيرا كثيرا ثلاثا دل ذلك على ماذا حتى في الجاهلية نعم بعد ما جاء الإسلام ما كانوا يدفنون المسلمين مع المشركين ما كانوا يدفنون المسلمين مع المشركين فكان قبور المشركين نعم أو قبور المسلمين متميزة عن قبوره المشركين فيقول فحانت من النبي وهو يمشي مع القبور حانت من النبي صلى الله عليه وسلم نزرة التفت فرأى رجلا يمشي في القبور وعليه نعلان فقال يا ساحب السبتيتين ألقي السبتيتيك يعني ألقن عليك لا تمشي مع النعلي بين القبور فنظر الرجل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خلعا عليه فرمى بهما أولا نفهم الهديث ثم نفهم لماذا أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لما التفت رأى أن الرجل يمشي بالنعل بين القبور وهل مشوا بالنعل بين القبور منهي عنه طبعا بعض العلماء يقولون ذلك يرون الكراهة في ذلك فنقل الآثار من السحابة بسند صحيح إخراجوا النعل عندما أرادوا أن يدفنوا شخصا لكن هو رأي لم يختره الجمهور إنما الجمهور قالوا إن باء كان يمشي بالنعل وكان في نعله قذر وكان في نعله نجاسة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألقي نعليك يعني لا تمشي بهذه النعل الذي عليه الندافة بين هذه أيش القبور ألقي نعليك يعني طه النعليك ثم امشي بهما فالرجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خلان عليه عرف السبب عرف إيش السبب وهو الأقرب لقذر فيه أو استحبابا أو استحبابا كما قلت لكم بعض العلماء يقولون وبعضهم قالوا إنما رأل فيه الخيلاء والموقف وهو موقف المشي بين القبور لا يستحك الخيلاء والموقف كان موقف التواضع وموقف الانكسار فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الخيلاء منه نبهه على ذلك الشاهد هنا ما كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم دائما الزجر بكلمة ويلك كان يستعمله نادرا كان يستعمله هذه الكلمة إيش نادرا ما كان يستعملها في كل زجر وفي كل تنبيه هنا انظروا لم يستعمل كلمة الزجر يعني ما قال ويلك يا ساحب السبتيتين لا إنما قال يا ساحب ألقي سبتيتك فالرجل يقول لشخص آخر يعني إذا أراد أن ينبهه ويلك لا حرد في ذلك إذا كان الموقف يقتضي ذلك انتهينا من هذا الباب نأتي إلى باب البناء باب البناء يعني أدب البناء أن محمد بن هلال أنه رأى حجر وهو تابعي رحمه الله تعالى أنه رأى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد أي الحجر مبنية من جريد وأنتم تعلمون جريد هو قذيب النخل إذا جرد من الورقة مستورة بمسوحي الشعر يعني هذا الجريد عليه مسحة الشعر يعني هو صوب غليز أو كساء غليز من الشعر فسألته عن بيت عائشة يقول فسألته عن بيت عائشة هل رأيت فقال كأن بابه أو كان بابه من جهة الشام كان بابه من جهة الشام قال نعم رأيت حجرة سيدتنا عائشة رضي الله عنها بنفس الحالة بنفس الحالة من جريد مستور بمسوحي الشعر وكان بابه من جهة الشام وكان بابه من جهة الشام فقلت مسراعا كان أو مسراعين أي الباب بابان له دفتان ولا باب واحد فقال كان بابا واحدا ما كان يعني بابان يمين ويسار ويغلق إنما كان بابا واحدا قلت من أي شيء كان قال من عرعر أو ساج وهو نوعان من الشجر يستعمل خشبهما للبناء لا سيما لبناء الأبواب فقال يعني هو هنا الأدب هنا الإنسان إذا أراد أن يبني إذا أراد أن يبني لا نقول أنه يبخل ويبني ويترك ما يعيش فيه الناس في أهل زمنه إنما لا يصرف فوق طاقته أو فوق مستواه يبني فيما مستواه ويتواضع في مستواه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد يمشي معه الجبال زهبا وفي حديث صحيح سحللا ومع ذلك التواضع فبنى بيته من جريد مستورة بمسوحي الشعر فالتواضع في البناء وهنا كان بابه من جهة الشام كان باب سيدتنا حجرة سيدتنا عائشة رضي الله عنها من جهة الشام ومن جهة الشام وفي رواية أخرى من جهة الغرب من جهة الغرب فكيف من جهة الشام ومن جهة الغرب الشام في المدينة من الشمال إلا إلى الجنوب يعني الشام في المدينة منورة إلى الشمال ولا إلى الجنوب طبعا إلى الجنوب إلى الجنوب فالشمال بيت المقدس كانوا في الأول يصلون إلى الشمال إلى بيت المقدس حتى نزل تحويل القبلة فبدأوا يصلون إلى الجنوب وهو جهة الكعبة جهة الكعبة فأما الغرب جهة الأحد والشرق جهة أخرى جهة أخرى فلذلك ورد في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان قبلته جهة الجنوب جهة الجنوب ففي رواية أن الباب كان جهة الغرب وفي رواية هنا جهة الشمال المقصود بذلك الشمال الغربي يعني كان ينفتح في المسجد جهة الشمال جهة إيش؟ الشمال كان هذا هو إيش؟ المقصود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحل قال إبراهيم وهو الرابي عن أبي هريرة رضي الله يعني الثياب المخططة يعني يوشونها يعني بيوتا ينقشونها من الخارج وشي المراحل كما ينقش الثياب يعني يزخرفون البيت حتى من الخارج كما يزخرف تزخرف الثياب والثياب لا تزخرف من الداخل إنما تزخرف من الخارج واضح والبيوت أصلا تبنى ليعيش الناس في داخلها فإذا أراد الإنسان أن يزين في حدود الإباحة فمن داخلها لا من خارجها حتى يرتاح ويحمد الله سبحانه وتعالى إذا رأى النعم لكن إذا هو زخرف البيت من خارج فلمن؟ فلمن؟ هذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسل إلى الخيلاء ولا إلى الرياء ولا إلى نوع من الغترصة أو الكبر أجاني الله تعالى وإياكم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة معنى ذلك هذا هو واقع وإذا لم يقع الآن سوف يقع فهو صدر من الصادق المصدوق عليه أفضل السلاة وأتم التسليم هذا كان يتعلق بباب البناء بإذن الله تعالى غدا سوف نبدأ باب قول الرجل لا وأبيك صلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين